أعوذ بالله المشهد طريقين بسم الله الرحمن الرحيم من تحليل بي الوحدة 11 التلوث الضوضاء Noise Pollution واصل شرح محتويات هذه الوحدة واليوم في هذا المقطع نصل إلى خلاصة الوحدة 11 للتلوث الضوضاء Noise Pollution خلاصة الوحدة لقد تم التعرف على الآتي مصادر الضوضاء الطبيعية ومن صنع الانسان ورأينا الطبيعية هي المسهل الزلازل والرعد والعاصير ومن فعل الانسان رأينا كثير ذلك مثل المواصلات والطائرات والبناء والتشييد والأجهز الكهربية المنزلية ومكبرات الصوت نمري اثنين الأثار الصحية للضوضاء وجدنا هناك أربعة وهي عضوي والسمعي وعصبي وقلة القدرة على العمل ومنها أيضا هذه أهمها وذلك أيضا نفسي من الآثار الصحية للضوضاء هناك أثر نفسي وكذلك تؤثر على نمو النبات والحيوان وكذلك قلة إنتاج الحيوان ولها آثار أخرى كذلك كما شرحناها من قبل طرق التحكم في الضوضاء تقلل وتحد من الآثار الضارة للتلوث الضوضاء وأهمها التوعية التوعية لتقليل الضوضاء واتباع التعليمات في حالة التعامل مع مع ماكنات أو أشياء لها الصوت عالي أو وجود الإنسان في أماكن ذاته ضييج الطرق الوقاية من الضوضاء إقلاع عن استخدام الأجهزة ذاتي مصدر الضوضاء واستخدام الوسائل التي تحمي من الضوضاء وكما لاحظنا استخدام سماعة ماصط الصوت سماعة ماصط الصوت وسدادات الأزن كلها نوع من أنواع الوقاية عندما يضطر الإنسان ويوجد في أماكن ذاتي ضجيج عالي بهذا نصل لنهاية هذه الوحدة ترجمة نانسي قنقر